نفذ ألف العسكريين دوريات في جوجرات غرب الهند الخميس للحفاظ على الهدوء غدات مقتل تسعة أشخاص في أسوأ موجة عنف منذ أكثر من عشر سنوات في الولاية التي ينتمي إليها رئيس الوزراء نارين درامودي وأغلقت المدارس وفرضت السلطات منعا للتجول في المناطق الأكثر تأثرا بموجة العنف التي اندلعت ليل الثلاثاء الأربعاء بعد تظاهرة كبيرة لطبقة الباتدار في أحمد باد كبرى مدن الولاية للمطالبة بالأفضلية في الحصول على الوظائف والالتحاق بالجامعات وبعد هذا التجمع الذي شارك فيه أكثر من نصف مليون شخص قام متظاهرون بإحراق سيارات وحافلات ومراكز للشرطة ردا على اعتقال زعيم التحرك هارديك باتال البالغ من العمر 22 عاما ويعتبر الباتدار أو البتال من أكثر الطبقات ثراء في الولاية وهم خصوصا متعهدون وملاك أراضي لكنهم يعتبرون أنهم محرومون من الحصول على وظائف ومقاعد في الجامعات بسبب سياسة التمييز الإيجابي التي يستفيد منها الفقراء وتخصص الهند جزءا من الوظائف الحكومية ومقاعد الدراسة في الجامعات للطبقات المحرومة ما يثير المجموعات التي لا يشملها هذا النظام